أحفاد طه المصطفى المختار الله ميزاهم وعلى أشانهم فتخلدوا في الأرض كالأقمار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني السلام عليكم أحبة المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في قناتكم قناة كربلاء نكون وإياكم في هذا البرنامج برنامج السفن النجاة ومثل ما تعرفون هذا البرنامج متكون من مسابقات ثلاثة وعندنا مسابقة أسبوعية وكذلك مسابقة السرعة نخلي آية قرآنية ما بها لا نقطة ولا حركة يخابرون شخصياً يتصلون بنا نعرض لهم هذه الآيتين اللي يقراها أسرع هو اللي رح يفوز بنا وكذلك عدنا مسابقة مباشرة هذه المسابقة يخابرنا متصل واحد نسأله ثلاثة أسئلة إذا جاوبنا على ثلاثة يفوز إذا جاوبنا على سؤالين نخلي اسم بالقرآن نهاية الحلقة نشوف يفوز أو لا وإذا جاوبنا على سؤال واحد نقول له إن شاء الله في حظ آخر أو في اتصال آخر إن شاء الله تفوز ويانا أما اليوم موضوعنا جداً جداً مهم قبل ما نبدأ بالموضوع أنه كل جهاز اللي نشتري مثلاً هذا الجهاز التابلت أو الحاسبة أو الثلاجة أو أي جهاز آخر اللي موجود بالبيت أمامكم شوفوا من نشتري هذا الجهاز شنو وياه ويا كتاب صغير تدرون شنو هذا الكتاب وليه شوية هذا الكتاب موجود وياه هذا الجهاز اللي نشتريه سواء كان طباغ سواء كان غسالة سواء كان حاسبة حتى الموبايل من نشتريه هذا الكتاب الكتيب الصغير يبين إلنا إنه هذا الجهاز شلو نستعمله مثلاً موجود بهذا الكتاب إنه هذا الجهاز ضد المي أو ضد الكسر أو لا مو ضد الكسر هذا الجهاز ممكن نستعمله عشر سنوات بضمان مثلاً خمس سنوات وليه آخره من الأمور اللي يحتاج نعرفها على موجود نستخدم هذا الجهاز طيب مثل هذا النموذج الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هذا الإنسان إلى كتاب شنو هذا الكتاب؟ اسمه القرآن الكريم مثل ما نريد نستعمل هذا الجهاز بدقة وصحيحة وحلوة اللي نحافظ عليها كذلك من ريد نستخدم أنفسنا من ريد نعيش هذه الحياة الدنيا لازم نقرأ ونطلع من القرآن الكريم نشوف شلون نعيش شلون نستعمل لأن القرآن هو كله قصص وبيه أحكام شرعية وأخلاقيات وإلى آخره من الأمور اللي اللي رح تعرفنا على الإنسان الكامل اللي يقدر يرتقي بالدنيا على موضي يحصل بالآخرة أشياء اللي منها الجنة خلي أذكر لكم بعض الآيات القرآنية مثلا مثلا بالقرآن موجود أنه مثلا احنا عدنا الأجهزة مثلا مرات نتكون مثلا من حديد أو مثلا من نحاز موجود هذا بالكتاب كذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى بالقرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هذه آية وكذلك عدنا آيات ثانية مثلا الإنسان لازم يكون مؤمن أكيد الكفار لهم عذاب وجهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا زي نسألت الإنسان المؤمن اللي آمنت بالله شلون لازم تعيش شنو لازم نسوي موجود بالقرآن في آيات كثيرة جدا ممكن أكثر من مئة آية عدنا يا أيها الذين آمنوا ورى يا أيها الذين آمنوا بها أمور كثيرة مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وكذلك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير فعلوا الخير لعلكم تفلحون في هذه الدنيا وكذلك في آية ثانية في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان دير بالقال لكم أكو شيطان هذا شيطان يجي وسوس لكم على مد تنحرف عن الطريق دير بالقال لك تتبع خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع دا حذرني ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هذا الشيطان فلازم نعرف أنه من الرد نستخدم أو نعرف نفسنا نقرأ هذا الكتاب أنه ما لازم نسوي أنا آمنت لازم أركع لازم أسجد موجود بالروايات شلون أصلي وكذلك شنو الخير عندنا مثلا زيارة الحسين وهذا عمل خير عمل حسن بر الوالدين عمل خير مساعدة الفقراء عمل خير وإلى آخره من الأمور الخيرية وكذلك في آية ثانية في سورة التغابن يقول بسم الله الرحمن الرحيم شوف هذا التحذير يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم دير بالك هذا المال تذروا بعد المال إذا واحد يصير عد أموال كثيرة أن الإنسان اللي يطغى أن رأاه استغنى بس يصير غني وكأنما ينسى ذكر الله الله سبحانه وتعالى يحذر يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم دير بالك المال ما يفيد الأولاد ما يفيدون عن ذكر الله إذا تشوف هذا المال أو الولد أو الأصدقاء اللي يبعدك عن ذكر الله هذا مصديق يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك اللي راح يلتهي بسببهم فأولئك هم الخاسرون هذول الخسرانية هذه موجودة في سورة التغالي وكذلك في سور كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه شلون نستخدم هذا الإنسان شلون نعرف شلون نعرف ونعيش بالتالي راح نعرف أنه شين هو الزين وشين هو الموزين مثل ما هذا الجهاز إلى كتاب وهذا الكتاب موجود أنه ضد الماء وضد الكسر أو هذا الجهاز مثلا نقدر نستعمله خمس سنوات أو أقل أو إلى ضمان وكذلك إلى آخرية بالتالي نحن نعرف شلون نستخدم هذا الإنسان ونعرف شنو الإنسان وطبيعته بعد ما نعرف هذا أنه القرآن كل شيء مهم نأتي إلى مرحلة ثانية شنو مرحلة ثانية المرحلة الثانية أنه بعض آيات القرآن وبعض سور القرآن إلها فضائل وإلها خواص مثلا مثلا وحدة من سور القرآن سورة الإخلاص في أحد الحلقات ذكرنا أنه من قرأ من قرأ مرة واحدة قل هو الله كأنما قرأ ثلث القرآن من قرأ مرتين كأنما قرأ ثلثين القرآن ومن قرأها ثلاث مرات كأنما ختم القرآن هذه من فضائل سورة التوحيد وكذلك لها خواص مثلا من قرأ عندنا في سورة الكافرون خلي قرأ لكم هذه الرواية وبعدها أختم من خواص سورة الكافرون هذه جدا مهمة قبل ما نأخذ الفاصل القرآني نقرأ هذه الرواية يقول عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه من قرأ هذه السورة أي سورة الكافرون هذه من خواص سورة الكافرون أعطاه الله تعالى من الأجر كأنما قرأه ربع القرآن زين بعد شنو وتباعدت هذه خاصية سورة الكافرون وتباعدت عنه مؤذية الشياطين ونجاه الله تعالى من فزع يوم القيامة هذه من خواص وكذلك ومن قرأها عند منام شايفين مرات من النام بالنوم هو ينشوف كوابيس هؤلاء ناس مثلا يتصلون بنا أو يراسلون نحن بالليل من يقدر ننام أكو جياطين أكو جني أذون شنو سوي شنو نقرأ هذه السورة سورة الكافرون زين يقول النبي صلى الله عليه وآله ومن قرأها عند منامه قبل ما ينام يقرأها لم يتعرض إليه شيء في منامه إذن هذه من خواص سورة الكافرون أنه لازم نعرف الإنسان قلنا الإنسان ويا الكتاب القرآن الكريم لازم نعرف كيف نستفاد من القرآن النبي صلى الله عليه وآله يقول فعلموها صبيانكم عند النوم هذه السورة النبي دي يقول يقول علمها الأولادك علموها قبل ما ينامون يقرون هذه السورة علموها ليتعرضون إلى شيء مخيف بالتالي من يقوم الصباح كابوس ويقوم يبتشيء وممكن يصير بعض الناس ممكن يتمرضون بعض الناس ممكن يخافون ينجنون ومن قرأها عند طلوع الشمس عشر مرات ودعا بما أراد من الدنيا والآخرة استجاب الله له ما لم يكن معصية يفعل وهذه من خواص سورة الكافرون إلى هنا وبعدها نبدأ وياكم بالمسابقات لكن قبلها يكون عندنا فاصل القرآن نستمع إلى تلاوة عطرة وبعدها نبدأ وياكم يا علي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته سوف أتلو عليكم إن شاء الله ما تيسر من سورة الإنسان المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شوه مستطيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شوه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم السلام عليكم وحبة المشاهدين مرة أخرى في هذا البرنامج برنامج سفن النجاط طبعا عدنا السؤال السبوعي الفائز كان ذاك السبوع الأخ كاظم أمين الحمداني من ذيقار سوق الشيوخ طبعا نحن نرى السؤال السبوعي الفات مخرجنا حاضر السؤال السبوعي الفات زين زين السؤال السبوع الجديد دعنا نرى السؤال هذا الأسبوع السؤال هذا الأسبوع السؤال يقول أرسلت إلى أحد الأنبياء هدية عظيمة تعظيما لشرف مكانته واختبارا له وقد وثق القرآن الكريم ذلك ذلك الهدية أو ذلك المرأة التي أرسلت إلى هذا النبي صلى الله عليه وآله فمن هي ومن ذلك النبي للمشاركة أرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة واسم المتسابق والمحافظة إلى الرقم التالي 07 435 8 9 9 9 9 9 9 طبعا هذا السؤال السؤال الأسبوع اللي فات هو أنه كان في أي سورة قرآنية ذكر اسم قابيل وهابيل بشكل صريح الجواب شوي يحتاج بدقة طبعا هوايت كانوا مجاوبين بس شنو أسماء ما مكتوبة وكذلك اللي جاوب مثلا احنا عدنا اسم هابيل وقابيل انذكر بالقرآن بس ما انذكر بالشكل الصريح هذا ما ذكره دزوا الجابة قالوا نعم انذكر بس شنو ما انذكر بالشكل صريح لازم شان يكتبون فذلك عدنا بس واحد اللي فازوا يعني طيب خلي نشوف هذا الاتصال الاتصال الاول محمد قاسم من بغداد السلام عليكم اهلا وسهلا محمد محمد قاسم من البصرة اهلا وسهلا محمد قاسم من البصرة التدامن اول واحد تتصل بنا احنا عدنا ثنين محمد قاسم واحد من البصرة واحد من بغداد وصار لكم اسبوعيا اسبوعيا تتصلون سوية دعونا نشوف من المتصل الثاني هو لا وغيره زيان لا هذا ما هو محمد عبد الكاظم السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا حبيبي ليلى الجمعة مباركة علينا عليكم ليلى مباركة علينا وعليكم ان شاء الله حبيبي شنو انصحتك احوالك حبيبي شنو حبيبي شنو طبعا محمد قاسم دائما اول متصل زين فانت تارت اكيد انت متصل بيناني اسمك قاري اكيد صلاح العلا نعم زين رح يصير تنافس بينك وبين محمد قاسم رح نخلي الآية القرآنية وتعرف الآلين ان شاء الله اللي يقرأ الآية أسرع هو اللي رح يفوزه نبدأ ويا محمد قاسم نعم استاذ فضع يلا محمد قاسم خليك مركز على الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قررنا هذه الآية بأقل ثواني نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يلا أحسنت خلال 11 ثانية عدنا 11 ثانية بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نقراها شوية بأبطع على مد نتمعا بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المتكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان هذه موجودة في سورة الرحمن أحسنت حبيبي زيان خلي نشوف محمد قاسم محمد عبد الكاظم العفو نعم ويا أنا محمد نعم ركز على الشاشة نخلي لك هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفوا المجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواطي والأقدام صدق الله أحسنت ما شاء الله هذه خش تنافس كانت 11 ثانية أخونا محمد قاسم وانت خلال 9 ثانية خلنا نقرأ هذه الآية كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرفوا المجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواصي والأقدام هذه كذلك موجودة في سورة الرحمن آية 41 شكراً لكم محمد قاسم ومحمد عبد الكاظم محمد عبد الكاظم خلال 9 ثواني قرأ هذه الآية شكراً لكم طيب خلي نشوف منوء المتصل الثالث أكو التصال حسين من بغداد حسين من بغداد نعم حسين داود من بغداد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً شكراً لكم لقناة كردلاء الفضائية المقدس شكراً لكم وإتصالكم ولمتابعتكم إن شاء الله شكراً أهلاً وسهلاً بك الله يتقبل أعمالكم حسين أبو من؟ أبو علي أبو علي أبو علي والنعم من عندك أبو علي أول مرة تتصل بينا أبو علي نعم كل أولادي علي وكل بناتي فاطمة هنيئاً لكم هنيئاً لكم طبعاً إحنا ما تعدنا روايات نسمو أسماءكم باسماء أهل البيت عليهم السلام محمد علي والنعم من عندك الله يشكرك رحمه الله عندي زين دعنا نرى المتصل الثاني منه محسن من كربلاء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً حياكم والله الله يتقبل أعمالنا وأعمالكم أهلاً وسهلاً أخونا محسن محسنكم زينين إن شاء الله الحمد والله الله يسلمكم ويحفظكم طيب محسن أنت أول مرة لو متصل بينا لا لا متصل علي اسمك يعني مألوف محسن الله دعنا نرى حسين داود من بغداد نرى هذه الآية القرآنية وبعدها نرجع إياك نرى آية القرآنية نرى إياه والإسراء يقرأ هذه الآية زين أعوذ بالله من الشيطان ورج يالله حسين داود بالله الرحمن يالله حسين داود وكانوا يقولون إذا متنا وكنا تراضاً معظاماً أعفون الصوت ينقطع مع الأسف الاتصال نقطع الاتصال نقطع من حسين داود لدينا اتصال آخر محسن ويانته محسن تسمعنا اسمعكم بلي زين نحن الاتصال أحسين من قطع محسن بينما أنت تقرأ هذه الآية وما أخذين الاتصال ثاني محسن محسن زين زين إن شاء يالله يالله نخليكم آية يالله بسم الله الرحمن الرحيم أضم الله من الشيطان ورجم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أحسنتم أحسنتم ما شاء الله هذه موجودة في سورة الواقعة آية ستين شكراً لك محسن طبعاً ما دام الاتصال نقطع نعم وحسين يعني هو عبر العشرة والخمسة عشر ثانية نعم وبالتالي أنت الفائز شكراً لكم وشكراً لاتصالكم محسن أهلاً وسأهلاً بكم زين الآن ندخل بمسابقاتنا مع المباشرة لدينا كل شخص نسألة ثلاثة سألة نشوف المتصل أو المتصل الأولى أم أحمد من كربلاء نعم سلام عليكم سلام عليكم محمد نعم عليكم سلام يمو أهلاً وسهلاً الله يتخبى عمالنا وعمالكم الله يتخبى المعاد الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله محمد أم أحمد أنت دائماً تتصني صح؟ نعم فما يحتاج بدايات وإن شاء الله سنبدأ بالمسابقة يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم دعنا نرى السؤال الأول نعم السؤال الأول يقول ما معنى أفنان في قوله تعالى ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان شو معناها؟ هل معناها أنواع من الثمار؟ أو أنواع من الأنهار؟ أو فناء الخلق؟ ومحمد الوقت؟ لا أكثر من النوس خلاص؟ بقى ربع؟ عشر ثواني تحبين أساعدك لأول سؤال؟ أو تخلينا مساعدة بالسؤال الثاني والثالث؟ أنواع من الثمار إن شاء الله أنواع من الثمار؟ نعم الإجابة الصحيحة يا حسنتي أنواع من الثمار؟ أثنان يعني أنواع من الثمار زين؟ الله مصلي على محمد وإن محمد دعنا نرى السؤال الثاني السؤال الثاني كذلك لدينا سورة القرآنية قال عنهم القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فمن هم؟ هؤلاء الذين قلوبهم أشدوا من الحجارة قسط قلوبهم من الحجارة أو أشدوا زين؟ من الحجارة من هم؟ هل هم قريش أو ثمود أو بني إسرائيل؟ بني إسرائيل إن شاء الله بني إسرائيل الإجابة صحيحة ودعنا نرى ما يفعلون اليهود أحسنتم زين؟ بقالكم سؤال واحد السؤال الأخير السؤال الثالث دعنا نرى السؤال الثالث نعم السؤال الثالث يقول من المخاطب في هذه الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم من المخاطب؟ هل المخاطب هنا في هذه الآية؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ أو جعفر بن أبي طالب؟ أو أبو عبيدة بن الجراح؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله 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 النبي محمد تأكد من الإجابة؟ إن شاء الله أكيد؟ من ساعدك ومحمد؟ أعين هكو واحد ساعدك؟ بن النبي محمد النبي محمد أحسنتم الإجابة أحسنتم شكرا لكم وشكرا لإتصالكم محمد إن شاء الله تأخذين هديك من قناة كربلا هدية بسيطة لكن معنوية مرمر من العتبة الحسينية دعنا نرى الاتصال الآخر الذي هو اتصال السادس من هو سيكون؟ عبد الله من بابل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سهلا وسهلا عبد الله يا الله يبارك بك ما نصحتك؟ أحوالك؟ الله يتقبل عمالك؟ الحمد لله عبد الله يجعل عمرك؟ 21 21 تقرأ القرآن لولا؟ الحمد لله من بداية الحلقة؟ أحاول أن أتصل من هذا الرقم لا بداية الحلقة سمعت ما أريد أن أقوله؟ بداية الحلقة تابعي لقرآن الكريم أحسنت جيدا سوف نسألك ثلاث أسئلة أول مرة تتصل بنا؟ أتصل كل خميس خميس بس ما أحصل لك بس متحصل يلا مو مشكلة المهم حصلتنا هلا خميس الحمد لله يلا خلي نبدأ وياك بالأسئلة ونشوف السؤال الأول لا عبد الله نشوف السؤال سهل أو صعب يقول ما معنى مخبودة؟ في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبودة ما معناها هذه الكلمة؟ هل معناها المرتفع الذي تحفه الأنهار؟ أو كثيف الثمار؟ أو الذي لا شوكة فيه؟ يلا عبد الله وقت عدك؟ إن شاء الله عبد الثمار أشوف أنا أقدر مرة واحدة أساعدك أتحب هل سيساعدك له السؤال الثاني أو الثالث؟ إذا ما متأكد من الإجابة؟ إذا ما متأكد بعد براحتك؟ تحفظ المرتفع الذي يتحفظ الأنهار إن شاء الله زيان ما استدلالك لهذا الإجابة؟ ماذا؟ طاري بس أنت، ذاكرة ماكو ما تطلع بس أنت زيان إذا ما متأكد من الإجابة؟ إن شاء الله، بحال الله المبين المرتفع الذي تحفوه الأنهار مع الأسف الإجابة خطأ الإجابة الصحيحة هي الذي لا شوكة فيه؟ زيان؟ ليس مشكلة، عندك مجال تكون ويانة وتأخذ الهدية دعني أرى السؤال الثاني إن شاء الله يلا السؤال الثاني السؤال الثاني يقول بس إذا ممكن أن نصص صوت التلفزيون على موت تسمعني من الاتصال زيان؟ يلا السؤال الثاني يقول عن لسان من ورد هذا الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي انصرني على القوم المفسدين منه قال هذا؟ أي نبي؟ هل النبي هود؟ أو النبي نوح؟ أو النبي لوط؟ عليهم السلام أعتقد أنه بنوح لا، لا تعتقد، نحن نريد جواب أكيد على المودة، لو تفوز، لو تقسر إن شاء الله النبي منوح؟ لوت لوت؟ الإجابة الصحيحة لماذا يخطر؟ دعنا نرى السؤال الثالث السؤال الثالث يقول عدد آيات سورة البقرة ما قد عدد آياتها؟ هل هي 298 آية؟ أو 268 أو 286؟ 286 سورة البقرة شكراً لك عبد الله سنجعل اسمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكراً لك عبد الله زين دعنا نرى المتصل السابع زين عباس نقدي سلام عليكم عباس نقدي سلام عليكم أستاذ كيف حبيبي؟ زين الكادر أستاذ أحوالك، الله يتخبل أعمالك سلام عليكم إن شاء الله عباس لا تستعجل نعم دائماً تحكي وسريع تحكي ولو تفوز ولو لا تفوز زين هالمرة أريدك على كيفك لأن أنت دائماً تتصل بنا ودائماً تفوز ما شاء الله زين يلا خلينا ندع بالسؤال الأول الله يحفظك إن شاء الله ويسلمك هو إحنا فوزنا ولايت علي بن أبي طالب سلوات في الله إن شاء الله ثبات زين ولاية أمير المؤمنين الثبات على ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه السؤال الأول يقول ما معنى طلح في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وطلح منضود وظل ممدود زين ما معناته؟ هل معنى طلح التين والزيتون أو الموز الكثيف أو الأثل ذو الظل الأثل الموز الكثيف متأكد؟ ماذا أقول لك لا تستعجل نعم من هو قلت؟ الموز نعم الموز الكثيف الإجابة صحيحة أحصلت الإجابة الله صل على الأحمد وعالم الله صل على الأحمد وعالم الله صل على الأحمد وعالم زين دعونا نرى السؤال الثاني السؤال الثاني يقول على اللسان من ورد هذا الدعاء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير زين من هو هذا الدعاء قال أي نبي هل هو النبي زكريا أو النبي عقوب أو النبي موسى وعليهم السلام يلا عباس نعم يحتاج تركيزي هنا أنا نعم هناك وحد يساعدك لو وحدك لو وحدك زين أي نبي قال هذا النبي يعقوب النبي يعقوب متأكد؟ نعم نعم أقدر أساعدك؟ نعم ليس النبي يعقوب يلا بين النبي زكريا والنبي موسى النبي موسى عليه السلام النبي موسى الإجابة صحيحة حسنت النبي موسى ورد الدعاء اللسان النبي موسى عليه السلام طيب بقى السؤال واحد إن شاء الله تستطيع التجاوب إن شاء الله عباس أهلا وسهلا بك عباس السؤال الثالث يقول السورة القرآنية التي أنتهت السورة القرآنية التي انتهت بطلب النصرة على القوم الكافرين كيفيقه؟ هناك سورة آخر آية بدت يعني انتهت بطلب النصر على القوم الكافرين أي سورة هل هي سورة البقرة أو سورة الأحزاب أو سورة محمد صلى الله عليه وآله سورة محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد هل تأكد من الإجابة؟ نعم انثبت؟ نعم مع الأسف الإجابة خطأ سورة البقرة دعنا نقرأ هذه الآية يبقى بالك ولا تنسها بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل أو لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم كافرين شكرا لك عباس عباس وعبد الله اثنين عاتكم جاوبتوا على سؤالين دخلتوا القرآن بنهاية الحلقة إن شاء الله يلا دعنا نرى الاتصال الآخر اللي هو اتصال الثامن من منه راح تكون أم محمد من النجف الأشرف قريتها عن سورة البقرة هاي من الكوف أحسنتم أهلا وسائلنا أم محمد هو السورة اللي قلت عليها قريتها هاي وراك نعم نعم سورة البقرة سورة البقرة أحسنتم اللي هي بيها انتهاء طلب النصر على القوم الكافرين زين أم محمد هسنا راح نبدأ وياك بأسأل أخرى السؤال شعن العباس زين راح نبدأ وياك بالسؤال الأول وإن شاء الله تفوزونوا يا أنا يلا خلينا شوف السؤال الأول نعم ما يخالف أم محمد أنا علوية أهلا وسهلا بكم خلينا شوف السؤال الأول يقول ما معنى مدهام متان في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مدهام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه أي سورة قلما نبدأ نعم بسورة الرحمن ما شاء الله زين عدتكم بداية وحافظين كم جزء بالقرآن إن شاء الله إن شاء الله يعني كم جزء حافظين إن شاء الله أهلا وسهلا خلينا شوف ما معنى مدهام متان هل مدهام متان المتدنيات على الإنهار عفوا أي زين أو الملتقيتان أو مسوادتان من شدة خضرتهما من شدة خضرتها ما هو الجواب؟ الأخيرة 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 الإجابة الصحيحة أحسنتم مدهام متان إن شاء الله أحسنتم الإجابة أحسنتم دعني أرى السؤال الثاني أخاف الأسئلة تأتي من بيتكم أم محمد لا أقصد أسئلة الشسمة أسئلة البث ما شاء الله زين السؤال الثاني يقول من المتكلم في هذا الخطاب القرآني؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون زين من المتكلم؟ هل هو النبي يوسف أو إدريس أو النبي سليمان؟ سليمان متأكد من الإجاب إن شاء الله أحسنت الإجابة صحيحة النبي سليمان زين بهيش حالة لازم أم محمد نسيلك ستة سلة زين السؤال الأخير السؤال الأخير السؤال الثالث يقول إن شاء الله اسم الكتاب المقدس المنزل على النبي داود عليه السلام ما هو اسمه؟ الزبور الزبور أحسنتم الإجابة بدون أن نرى الإختيارات الزبور 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 أحسنتم أحسنتم محمد شكرا لكم وشكرا لاتصالكم شكرا لكم وعلى مشاركتكم ويانا همينا وعلى الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله شكرا لكم الله يتقبل عمالكم طيب ومحمد ما شاء الله عليها زين للتذكير خلي نذكركم بالسؤال الأسبوعي الموجود على الشاشة شوف السؤال سوية السؤال أرسلت أو أرسلت لأحد الأنبياء هدية عظيمة تعظيما لشرف مكانته مكانته واختبار له مكانة النبي واختبار النبي وقد وثق القرآن الكريم ذلك فمن هي اللي أرسلت هذه الهدية ومن ذلك النبي للمشاركة أرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة واسم المتسابق والمحافظة إلى الرقم التالي 07435 899 999 زين لدينا اتصال آخر اتصال التاسع سنرى من المتصل أبو أحمد أبو أحمد من بغداء السلام عليكم السلام عليكم أبو أحمد عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا الله يتقبل أعمالنا وأعمالكم أرتقبال أعظم الله وجوركم بسماتكم استشهاد سلام عليكم حبيبي أبو أحمد الله أحمد أحفظكم ورحمة الله وعزيني الله يسلم أبو أحمد أول مرة تتصل بنا أيهاي أول مرة أول مرة أهلا وسهلا بك إن شاء الله تفوز بنا الله أحمد زين أبو أحمد عيوني نحن عندنا أسئلة السرعة سنأخذ إتصال ثاني ونخلي لكم آيات قرآنية الذي يقرأ الآية أسرع هو الذي سيفوز زين إن شاء الله دعنا نرى المتصل الثاني منه منه سينافسك المتصل الثاني محمد من أين؟ محمد من بغداد علي من بغداد نفس الشي محمد وعلي بعد هما نفس واحد محمد وعلي أهلا وسهلا علي شلونك علي؟ علي أول مرة تتصل بنا؟ موجود الاتصال لو انقطع؟ ألو سلام عليكم علي صوتك مواضح علي حبيبي الله يتخبل أعمالنا وعمالكم بس إذا ممكن صوت التلفزيون نصي العفو لا سيد علي ليس علي أهلا وسهلا والنعم بعد أحسن سيد علي والنعم أهلا وسهلا بك سيدنا بس إذا ممكن صوت التلفزيون نصي واسمعني من الاتصال نصوية التلفزيون شتيتك أول مرة تتصل بنا صح؟ أول مرة أول مرة إنت أول مرة وأبو أحمد أول مرة واثنيناتكم من بغداد نحن سنجل لكم آية قرآنية لا بها لا نقطة ولا حركة اللي يقراها أسرع هو اللي راح يفوز ويانا زيان زيان يلا خلي نشوف من يفوز أنت لو أبو أحمد نحن راح نخلي الآية أول شي لأبو أحمد وبعدها نرجع لك خليك ويانا يلا خلي نشوف أبو أحمد موجود ويانا أبو أحمد موجود موجود يلا هذه الآية موجودة أمامك على الشاشة انتظر ثواني ثواني يلا نسمي بالرحمن ونقرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَأَنْ مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَدِيرًا أحسنت خلال 15 ثانية قرانا يا أبو أحمد دخلنا قراءها للتركيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَدِيرًا هذه موجودة في سورة فاطر آية 24 صلق الله العلي العظيم أحسنت أبو أحمد خلال 15 ثانية قرأتنا هذه الآية دعونا نرى سيد علي والنعم من عندك سيد علي سيدنا تسمعنا؟ أسمعك وياك هذه الآية سوف نقرأها على الشاشة دعونا نرى لازم تقرأ الآية أقل من 15 ثانية إن شاء الله عنا 14 ونص مثلا يلا عادي 13 يلا سنيد الرحمن أعود بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا مِنْ قَبْلَكُ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصُوا عَلَيْكَ أحسنت طبعا قرأتها خلال 19 بس مو مشكلة المهم قرأتها خلنا قرأها بأدق شوية بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَنِكَ الْمُبِطِلُونَ هذه موجودة في سورة غافر آية 78 شكرا إليك سيد علي وكذلك شكرا إليك أبو أحمد وأبو أحمد أنت اللي فوزت ويانا طبعا قبل ما نختم نحن عندنا اسميا ويحتاج قرأة فلازم من الكنترول يسوون القرأة بين عبد الله وعباس نقبي نشوف من اللي يفوز ويانا خلال دقيقتين على ما نروي هذه الرواية ونشوف الفائز وبالتالي ونختم الحلقة إن شاء الله طبعا قبل ما نختم ونعلن عن الأسماء اللي موجودة بالقرأة نقرأ هذه الرواية في خواص أو في فضل سورة الكافرون اللي قرناها يقول عن الإمام الصادق صلوات الله عليه من قرأ إذا آوى إلى فراشه قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد هذين السورتين اللي يقراهن كتب الله عز وجل له براءة من الشرك هذه جدا مهمة هذه السورتين اللي لا أسامح الله مرات واحد يسوي أشياء ممكن ممكن إنه تكون الشرك بالله فبالتالي هذه السورتين يخليك تتقرب أكثر إلى الله عز وجل وتقر بتوحيد الله عز وجل طيب من الفائز؟ الفائز عبد الله من بابل و شكرا لك عبد الله و شكرا إلك عباس 자가 تعالى التجزمون من Queens دائم إن شاء الله دائم الأفر ус gathered هذه الرواية كانت عن الإمام الصادق و كذلك الرواية عن الإمام الصادق يقول كان أبي صلوات الله عليه أبي منه أي إمام الباقر صلوات الله عليه كان يقول قل هو الله أحد ثلث القرآن ومثل ما ذكرنا وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن يعني كل مرة يقول هو الله يعادل ثلث القرآن وكذلك كل مرة لهذه السورة سورة الكافرون تعادل ربع القرآن يعني أربع مرات يصير القرآن كامل بالتالي احنا من نريد نقرأ هذه السور لازم نقراها بتأني ونتمع عن بكلماته ليش قل هو الله أحد ما معنى أحد ما معنى صمد مثلا نتماعى على مدن نتقرب إلى الله أكثر وأكثر وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وننهي هذه الحلقة بالدعاء لمولانا صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى في فرجه الشريف ودائما لازم ندعي لإمامنا صاحب الأمر والزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يكن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطهرين في أمان الله وحفظه منذ ابتداء الخلق حلق نورهم بالعرش ينهل من سن القهار هم آية القرآن في عجازه نصار الإله بصولة الإيثار